السؤال بتاع ازاي اكون كويس في الترجمة او ليه بحفظ كلمات و جرامر و مش عارف اترجم بقاريخم شوية بصراحة الموضوع ازاد عن حدو فمحتاجين نعرف اجابة واضحة ازاي او ايه هي الطريقة اللي انا لو نفستها هكون كويس في الترجمة قبل ما اقول لك ازاي تبقى كويس في الترجمة محتاج اعرف انو انت كده ايه المشكلة اصلا ليه بحالتك الطبيعية كده مش عارد تكون كويس في الترجمة الترجمة بتكون من اللغة للتانية واللغات اصلا وظيفتها الاسية انك توصل لقدامك فكرة او حاجة موجودة جوة دماغك حاجة انت بس اللي عارفها او انت اللي بتفكر فيها فمحتاج توصلها والتخليه يفكر فيها او يشوفها بالطريقة اللي انت شايفها بيها فبتعبر عن الحاجات اللي في الدماغ دي عن طريق الكلمات اي حاجة جوة دماغك واعيز تعبر عنها بلغتك الام اللي هي بالنسبة لان دلوقتي العربي سهلة جدا انك تقولها بمليون طريقة انما لو ونسب 아СТله دي ات sow say ce 이 هاته دي ح earnings المنضوع طريبة بيكون شبه مستحيل مع انك عارف الكلمات اللي ممكن تساعدك تقال الجملة دي تقال الحاجة اللي عندي المخلطيني مش عارف احل ترجمة قويس او مش عارف تكون كويس تواجه الطاقة دي هي العربي الترجمة بتكون من العربي الانجليز او من انجليز العربي لو انت وحش في العربي هتكون وحش في الترجمة حتى له حافظ القواعد و حتى العارف الكلمات الترجمة عشان تكون قويس فيها 8 لازم تكون كويس في الإثنين عربي وإنجليزي 9 لو انت مستواك في العربي مش كويس مش هتعرف تبقى كويس في الترجمة لما تحب تقول اي حاجة بأي لغة ثانية عرابي فرنسوي الماني أي لغة بتفكر بها في العربي الاول حب تستحضر المعنى بتاعها بين العربي وبعد كده تتظاهر بهاته لغة ثانية فلازم المعنى العربي او لازم العربي نفسي يكون معندك كويس من غير العربي مش هاكن هنا الجددية قبل ت البقاء على الانجليزي تبصت الاول علي العربي لو فهمت العربي اليو انت كويس في العربي سيخافف عدنك ويعطيك باسventions على تترجمها同و غير مستوى أول شيء سيجعل تترجمك هيننا أنك حصلت على الصيف أنا أديكم الجملة بالعربي فأنت أريدها ولكن ليس فاهم معناها اوي بالعربي والطلق لست العرض لأنه أتترجمها فعندك كلمات كثيرة في الدماءك بانجليزي ولكن ليس خchy÷ücht بينهم فافهما باللغة الثانية او اللي هي العربي. فخليك كويس الاول في العربي اسمع بلوم كرتون. زاكر مزالة نحو كتير. دوس القراءة اقراءة كتير وفهمها كويس. اعمل اللي تقدر عليه بحيث تكون كويس في العربي الاول. المشكلة التانية لما كنت تخليك مش عارف تترجم هي قلة الممارسة. مهما شفت فيديوهات ومهما عملت ومهما تنطط. مفيش طريقة صحرية هتشوفها كده ببجرد ما تخلص الفيديو. تطلع منه تكون بتعرف الترجم. اي فيديو هتسمعه اي حاجة هتقراها. لازم انت الاخر برضو هتكتب باديك. لازم هتترجم بنفسك. الممارسة او المحاولة والخطأ انك تترجم وتغلط وتحل وتغلق كل شوية. مفيش غير الطريقة دي هي اللي هتعلمك. طول ما انت خايف تمسك البراء والالم وتكتب وتترجم عمرك ما تتعلم. عمر ما فيه طريقة هتخليك تعرف تترجم او تعرف تكون كويس في اي حاجة من غير ما تحل على كتير. دلوقتي انت ممكن تاخد اي جملة باي لغة تحطها جوجل ترانزليت او اي قاموس مثلا. وهو هيترجمها لك. ولو فعلا انت عايز تكون كويس في الترجمة مش بتقول مجرد كلام. كل يوم حالت اربع خمس جمر كده. وابدأ احلي بيهم. احنا متعوادين الناس كتير يفضل يحل على اليونت ومجارب نيجي على سؤال الترجمة. لا انا مش بعرف حل السؤال ده. فعبدي لحد ما اشوف الطريقة الحروة كلا سحرية. تخلينا حال الترجمة وانا مغمض من غير مغلط فيها. الترجمة مش مجرد كلمات ولا مجرد القواعد. الترجمة بالنسبة مليون في المية هي عبارة عن ممارسة. هي عبارة عن تكرار. محاولة وخطأ. لو عايز تبقى شخص فاشر في الترجمة. كل ما يجي عليك يونت اه حل التشوز براحتك حل التشوز كتير. وتعلى عن سؤال الترجمة واسيبه ومشي. ما تحلش عليه. وتعلى باخر السنة ووريني بقى في الامتحان هتحل ازاي. لازم تحل كتير. حل بدل المرة عشرة واغلط بدل المرة مية. وانت بتحل عشان تسهل الموضوع على نفسك. محدش بيطلب منك انك في الاول وانت بتبدأ تتعلم ترجمة. تحل مسلا جملة سطرين او درابة. لا حل مسلا جملة اربع خمس كلمات. ست كلمات بالكتير. لو عرفت تكون ان الجملة دي صح في الاول. المنضوع هيتبني معك خطوة بخطوة. لو تعرف تجيب جملة الترجمة اخف مسلا من الاعداد دي. هاتها وترجمها. اعمل اي حاجة. المهم انك تحل. ما ينفعش تتعلم ترجمة ولا عملك هتتتعلم ترجمة من غير ما تجرب بايدك. بطل اسئلة بطل كل شوية تقول لي اي هو الحل السحري اللي عمله عشان انها ترجم ازاي ترجم ازاي معرفش ايه. ما فيش حل. ما فيش حل غير انك تذاكر. غير انك تتعب. ما فيش طريق مختصر. بطل تدور عليه عشان هو مش موجود. وخلي نفسك طويل. يعني انت مش كويس في الترجمة. افضل حل كل يوم وخليك مستمر لحد ما توصل لمرحلة اللي انت راضي عنها. بلاش تيغضك الحماس في اول يوم او يومين. بعد ان تبطل زبوع او شهر. لا. لازم تستمر. الموضوع اي اخد فترة مثلا اه طرد اربع شهور. بس بعد الفترة دي هتحس انت باختراف كبير. الموضوع او السؤال اللي بينزبالك كان عقدة ومالوش حل. دلوقتي تبقى بيتحل زي وزي اي سؤال عادي. خلاصة الكلام اهتم شوية بالعربي. لان الموضوع بيكون نص عربي ونص انجليزي. مش بيكون انجليزي بس. فلازم زي ما قلنا تبقى كويس في الاتنين. الحاجة التانية مفيش طريقة للترجمة او للحل. غير انك تحل بيدك وتجرب وتغلط بدل مرة مية. اغلط براحتك. اغلط براحتك. وكل مرة بتغلط بتتعلم من الخطأ ده. والغلطة اللي بتغلطها خلاص بتلزق في دماغك ما بتتنسيش. لو هتحفظ كلمة بس وغرامر وخلاص كده. انت متخيل انك كده بتعلم تترجم. فده مش صح. لازم تترجم بيدك. لازم تغلط. لازم تتعاقد على السؤال. حل ترجمة كل يوم. وخليك ملتزم. خلي نفسك طويل. يعني كمل فترة مسلا على شهر. وهتشوف بنفسك ازاي الموضوع الفرقة معك. كي تبس تصغيرا ما يكون انت ساعرك شوية. وانت بترجم. وانت عملنا فيديو قبل كده. هسابهوا لك دلوقتي ما يكون تفرج عليك. وبس هو ده كده موضوع النهاردة. شكرا لكم. واشتركوا ان شاء الله بديو دي جاي.